استفاد 257 ممن فقدوا أطرافهم من الخدمات الطبية المتنوعة التي يقدمها مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية ويعادة التأهيل في محافظة مأرب خلال شهر فبراير الماضي وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية وشكلت نسبة النازحين من أجمال المستفيدين من خدمات المشروع ما نسبته 82% فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية ل84 مريضا شامل التسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية كما قدم المشروع خدمات العلاق الطبيعي ل173 مريضا تنوعت بين جلسات العلاق الفيزيائي والاستشارات التخصصية